باختصار شديد احنا امامنا فرصة افريقية للعمل المشترك اللي بيعود على الجميع بقول تاني ان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبلد بينحط في الصخر بينحط الرجل بينحط في الصخر ليل نهار من اجل فرصة عمل من اجل تحقيق صفقة تجارية من اجل استدباب الامن من اجل قضاء الارهاب من اجل ايجاد قواصم مشتركة مع الدول الافريقية احنا مش بنروح افريقيا نتفسح مش بنروح افريقيا كانت منسية كانت ضائعة كانت ورقة ممزقة الان افريقيا على جدول الاولويات القيادة المصرية في هذا التوقيت نتج عنها زيادة حجم التجارة 23% الفرصة والكرة في ملعب المصدرين والصناع والزراع ليبدأ مرحلة جديدة في التعاون مع القرن الافريقية الرئيس بيمهد الطرق الناس تكمل الحكومة تكمل الوزراء يكمله ورجال اعمالي يكمله اتاجه جنوبا فالخير في الجنوب اتاجه جنوبا الطرق ممهدة الى الجنوب تاني بقول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يحفر في الصخر من اجل ان نمهد الطريق للصناع والزراع والتجار الكرة في ملعب الجميع اشتركوا في القناة